اهلا بحضراتكم في هذه التغطية هنتكلم فيها عن قانون المحال العامة والذي تم الانتهاء من جميع اجراءات تنفيذه ومن المنتظر اطلاقه للتنفيذ خلال الايام القادمة الحقيقة ان وزارة التنمية المحلية شددت على ان التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الاجراءات الخاصة بالترخيص على المواطنين موجهة المحافظات باهمية تشجيع اصحاب المحالة العامة غير المرخصة على تقنين اوضعهم وايضا دمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة لاستثمار وتوفير بيانات كاملة حول المحالات العامة ووفقا لقانون المحالة العامة يتم منح المحال غير المرخصة مهلأ قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون وللتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات وذلك لحين تقنين اوضعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة كما سيتم منح المحالة المرخصة ويلقائمة فعليا مهلأ قدرها عامين لتوفيق اوضاع الترخيص الصادرة لهم بما يتماشى مع اشتراطات القانون الجديد وزارة التنمية المحلية قالت انه تم تدريب 30 من مدير ادارات الترخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحالة العامة رقم 154 لسنة 2019 وذلك ضمن استعدادات الوزارة لبدء تطبيق الفعل للقانون خلال الايام القليلة المقبلة خلينا اقول حضراتكم ان وزارة التنمية المحلية قامت بتدريب مدير الترخيص على تطبيق القانون بالاضافة على التيسيرات التي يقدمها القانون والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الانشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات وايضا اختصاصات اللجنة العليا لترخيص المحال العامة واستراتيجية الامانة الفنية للجنة واختصاصاتها وايضا دورة عمل المنظومة الالكترونية لإصدار الترخيص كما تم تشكيل المركز المختص بالترخيص واشتراطات الهيئة العامة لسلامة الغذاء وايضا الاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة ووضع رؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار الترخيص وزارة التنمية المحلية انتهت خلال الفترة الماضية من وضع تصنيفات المحالة العامة حيث تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وبلغ عددها 316 نشاط بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توفرها في المحال العامة مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقا لطبيعة النشاط المدرك بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعينة والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص وأيضا تحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتحتها للمحافظة وإنه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة كمان وزارة التنمية المحلية انتهت من حصر المحالة القائمة فعليا سواء المرخصة أو غير المرخصة وأعداد العمالة المشتغلين بها وأعداد خريطة بمراكز إصدار الترخيص المزمع إنشاؤها على مستوى الجمهوري وذلك بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة إلكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت وأيضا ربط اللجنة العليا للترخيص بجميع مراكز الترخيص على مستوى محافظات الجمهورية مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم